اشتركوا في القناة النبي صلى الله عليه وسلم هيا أبنائي كي نبدأ درس اليوم آداب السلام والتحية سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم تحية الإسلام آداب التحية وأخيرا أبنائي الفائدة من إلقاء السلام أبناء الطلاب هيا نستمع إلى هذه القصة كي نتعلم معا الصيغة الصحيحة لإلقاء السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال النبي عشر أي عشر حسنات ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم التحية فجلس الرجل فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون أي عشرون حسنا ثم جاء رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم التحية فجلس الرجل ثم قال ثلاثون أي ثلاثون حسنا إذن أبنائي من قال السلام عليكم فقط فسيحصل على عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فسيحصل على عشرين حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسيحصل على ثلاثين حسنات أبناء الطلاب تأملوا هذه الصورة جيداً هذا هذا هو صديقنا حمد قابل حمد زملاءه في الصباح عند المدرسة فقال لهم تحية الإسلام قائلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد فرد عليه خالد قائلاً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته إذن أبنائي تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد التحية أبناء الطلاب هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شاهدوا أبناء الطلاب هذه الصور جيداً من آداب التحية أولاً إذا التقى الراكب والماشي يا ترى يا أبنائي أيهما يبدأوا بالسلام؟ أحسنتم أبنائي إذا تأملنا الصورة الأولى والصورة الثانية سنجد أن الراكب يسلم على الماشي إذن يسلم الراكب على الماشي بارك الله فيكم أبنائي ولكن يا ترى أبناء الطلاب ماذا إذا التقى الماشي والقاعد؟ أيهما يبدأوا بالسلام؟ بارك الله فيكم أبنائي يسلم الماشي على القاعد ننتقل الآن أبنائي إلى الأدب الثالث من آداب التحية وهو إذا التقى القليل مع الكثير فيسلم القليل على الكثير وأخيرا أبنائي إذا التقى الصغير والكبير أيهما يبدأوا بالسلام؟ أحسنتم أبنائي يسلم الصغير على الكبير إذن من آداب التحية يسلم الراكب على الماشي يسلم الماشي على القاعد كذلك أيضا يسلم القليل على الكثير وأخيرا يسلم الصغير على الكبير أبناء الطلاب اعلموا أن المسلم الذي يتحلى بآداب التحية يطيع الله سبحانه وتعالى ويحبه الله ويحبه الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أي انشروا السلام بينكم هيا أبنائي كي نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أبنائي انتهينا من تحية الإسلام ومن آداب التحية وننتقل الآن أبنائي إلى الفائدة من إلقاء السلام الفائدة من إلقاء السلام أولا يزيد المحبة ثانيا يزيل الكراهية ثالثا ينهي الخلافات بين المسلمين وأخيرا يدل على التواضع وحب الخير مرة أخرى أبنائي إفشاء السلام إفشاء السلام بين المسلمين يزيد المحبة ويزيل الكراهية ويزيل الكراهية بين المسلمين وينهي الخلافات وأخيرا وأخيرا يدل على التواضع وحب الخير بارك الله فيكم أبناء الطلاب والآن أبنائي افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 65 وذلك كي نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ بجوار العبارة غير الصحيحة العبارة الأولى إفشاء السلام ينهي الخلافة بين المسلمين ما رأيكم أبنائي في هذه العبارة أحسنتم بالطبع نعم إجابة صحيحة العبارة الثانية أسلم على من أعرفه فقط فكروا أبنائي بالطبع لا فنسلم على من نعرف ومن لا نعرف ننتقل الآن أبنائي إلى العبارة الثالثة السلام تحية الإسلام ونلقيه ونلقيه عند اللقاء مع الآخرين أحسنتم إجابة صحيحة العبارة الأخيرة إفشاء السلام يدل على التواضع وحب الخير للمسلمين ما رأيكم أبنائي في هذه العبارة بالطبع نعم إجابة صحيحة أبناء الطلاب تعلمنا من درس اليوم إلقاء تحية الإسلام على كل من ألقاه في الطريق كذلك أيضا تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد تحية الإسلام على كل من سلم علي وأخيرا إلقاء السلام يزيد المحبة بين المسلمين والآن جاء دوركم أبنائي للإجابة عن السؤال الأول والثاني من تدريبات الكتاب المدرسي أبنائي وبناتي أشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء جديد مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر